لا مأوى ولا غذاء هذا حال النازحين في اليمن ألاف الأسر غادرت إلى مناطق أكثر أمنا حيث أصبح البقاء في مناطق القتال تحد للموت ومن ينجو من الموت لا ينجو من شبح الجوع بالنسبة للمجاعة في اليمن بلغت دروتها أثناء اقتياح المحافظات اقتياح المليشيات الحوثي صالح للعاصمة صنعاء ووصولا إلى المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن إذا ما لاحظنا المجاعة في اليمن وفق خطة الاستجابة التي وضعتها الأمم المتحدة كانت تحمل مليشيات الحوثي صالح مسؤولية هذه المجاعة حيث قالت أن الوضع في المناطق التي تحتلها مليشيات الحوثي كارثي وصفتها بهكذا توصيف وهذا يجل أن أينما وقدت مليشيات الحوثي صالح وقدت المجاعة ووقدت الفقر ووقدت المعاناة المدنيين ويطالب النازحون في محافظة لحج جنوبية اليمن المنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدات الغذائية والأدوية حيث يعاني بعض النازحين في المخيمات من اضطرابات نفسية وإعاقات جسدية خاصة بين الأطفال أولا نقابل كل شيء أنا لدي هنا معوقين ولدي أمراض نفسية ولدي مقانين ولدي شيوبة ما يقدرش يمشوا وهناك معاقين معانا في الخيم معطلين حركيا يعني ما يتحركوش ولا المنظمة التقي تسجل لكن ما تنفذش أوامرها ولا ندري أيش الأسباب إلا منظمة الكويت التي دعمت قبل سنة تقريبا نزلت مواد غذائية للناس اللي هم نازحين هنا وفي ناس يعني مضطرين جدا بحالة الاترار أمراض نفسية وأمراض وهمية ومنهم ناس من الحروب حيث وصلت جوع والفقر والمرض بين النازحين إلى مستوى غير مسبوق في اليمن وقد حذرت المنظمات الدولية من كارثة إنسانية في اليمن ويعاني أكثر من 17 يمني من انعدام الأمن الغذائي حيث أكدت منظمة الغذاء العالمي أن طفلا يمنيا يموت كل عشر دقائق